النصراوي هو دايما شخصيته المظلوم وعايش شخصية فارس نجد بكل معانيها يحس إنه فارس نجد يعني النصراويين لو يتحمسون يداوم بحصان يداوم بحصان ومع سيد وش عندك يقول سأحرر الرياضة السعودية من ظلم الهلاليين هو ش يشوفوا ش عنده الفكرة هو يحس نفسه روبين هود على الكرة السعودية النصراويين يحسون نفسه منهم روبين هود اللي يسرقونه من الهلال أيش؟ لأن الهلال شرير الهلال الشريرين اللي سرقوا البطولات وسرقوا التحكيم وسرقوا الأشياء وأنه شغلته في الحياة النصراوي أنه ينقذنا احنا الاتحاديين والهلاوين والاتفاقيين والشبابيين من ظلم هذا الشرير يسمى الهلال تيجي تقول يا ابن الحلال أهدى على نفسك تراك أنت عليك طاعاتي يقول لك لا أنا فارس نجد أنت اللي أنت اللي خاضع يحسون كنك إيش؟ يحسون كنك فلاح القبيلة أو فلاح القرية اللي دائما يجلدونها الأشرار ويأخذون منها أموالها وبعدين يتزوجون بنتها غصب ويأخذون أرضها وبعدين يجلدونها في الشمس ولازم أنك تثور على الوضع كيف تثور على الوضع؟ في عقلية النصراوي أنك تهاوش الهلال وتدعم النصر في كل شي طيب تقول يا خطب أفوز عليك لا كيف تفوز عليها النصر؟ أنا اللي أدافع عنك عن الهلال تيجي تفوز علي يا اتحادي يا أهلاوي اللي ما تستغي تفوز علي وأنا قاعد أقاتل في الهلاليين وأنتقذك من الظلم وأنتقذك من الشر الهلالي هذه هي فكريت النصر